اشتركوا في القناة فالهمها فجورها وتقواها هناك صراع داخلي ميولات في الإنسان نحو الخير ونحو الشر إذا الإنسان ينمي في إرادة الخير ويقهر إرادة الشر التي يستغلها الشيطان الله عنه والله فالهمها فجورها وتقواها ولما أنظر الله تعالى سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام على الأرض هو عدو الشيطان وعدونا الشيطان قال بعضكم لبعض عدو قلنا بيطو منها جميعا بعضكم لبعض عدو والعداوة تقتضي المواجهة والحرب المتواصلة الدائم وبحكم الشيطان أذن له بمعادة الإنسان إذن في الشر لا ينقطع على وجه الأرض سيبقى يعني كما قال الله سبحانه وتعالى تلك الأيام نداولها بين الناس مرة يطفح الخير وينتشر ويتغلق على الشر ومرضا يطفو على الساحة الشر ويخمد الخير لأمادين معين لأسباب إذن في هذا الصراع هو مستمر بين الخير وبين الشر بين الحق وبين الباطل فهذا الدفع كريمة الدفع لا تدل على استئصال وإنما الدفع أن تدسع وفي التتافع خير لأن لو انتصر انتصرت في أعلى في أخرى ماذا سيحدث لفسدات الأرض قالوا لا دفاعوا الله إن سبضهم ببعض لفسدات الأرض نحن نتحدث عن موقفنا نحن السبب الذي نزلت فيه الآية إن السحابة رضي الله تعالى عنهم أرضهم أذن للذين يقاتلون بإنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الإذن وكانوا ينتظرونه وكانوا يلحونه في الطلب في بيعة العقبة قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت لنميلنا عليهم غادا بسيوفنا ندخل معهم في المواجهة وفي الصراع فقرص الله إني أمر بعد لابد من الإعداد ومن البناء ومن تكوين نستفيد من الآية كريمة التي ذكرت مواطن العبادة صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكرها فيها اسم الله كثيرة يمكن أن نستفيد من هذه الآية يعني ما هو مطلوب من الأمة الإسلامية تجاه البشرية عامة وتجاه أهل الدم كيف نتعامل معهم الذي أردت أن أركز عليه هو موقف المسلمين من البشرية حماية الإنسان الدفاع على الإنسان حفظ الإنسان حفظ الكرامة الآدمية رفع الظلم على الإنسان إغاثة الإنسان تقسيم أرزاق الناس على عباد الله تعالى عز وجل بالقسط رفع الظلم عن خلق الله سبحانه وتعالى عز وجل وهذا من مقتضيات الخلافة وعد الله الذين آمنوا منكم وعدهم الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض سنة الله تعالى عز وجل محمد تحدث عنها سيدها السلام يعني شروط النصر عندما تتوفر وعد الله الذين آمنوا منكم الصالحات ليستخلفنهم في الأرض هذه الأمة مما أخصها الله سبحانه وتعالى من هذه السنان المبشرة لا ينبغي أن نتعامل مع هذا التعامل الذي كرره الإخوان هو الانتظار البليد انتظار النصري من غير الأخذب بالأسباب من غير الأسباب كما نتعامل مع المبشرات الغيبية كذلك نتعامل مع المبشرات النبوية والقرآنية هذه الآية من مبشرة رعض الله الذين آمنوا وصالحات لأنهم امتقع بعد وستقع السلام رحمه الله يتكلم على مشرة الغيب أنها تقول لساحب إن الذي أنت إليها ونستعاليها خذ بالأسباب أنت إليها ونستعاليها الآن لا تنتظر ولكن تحرك خذ بالأسباب وستيأتي النصر في الأحاديث التي لا تحدث عن آخر الزمان منها ما هو في التبشير فيها الأحاديث التبشيرية وفي أحاديث فيها تحذير وإنذار كيف نتعامل معها بالنسبة للأحاديث المبشرة يجب أن تزيدنا يقينا في وعد الله سبحانه وتعالى وأن نسعها لتحقيق هذا اليقين وبالنسبة للأحاديث الأخرى التي تخبر بما سيقع من فتان ومن أهوال ومن فتان ومن خصومات بين المسلمين كيف نتعامل معه فيجب أن نفهمها على أنها تحذير اللهم لا يدركوني زمان يقع في هذه الفتان وتقع في هذه الابتلاءات أن نأخذ الحذر من أن تلحقنا هذه الفتان هي لاحقة ولكن ما تقتضيه الشرع مننا لأن هذا قدر ولكن ما يقتضيه الشرع مننا هو أن نتلافق هذه الفتان هذا هو المطلوب المطلوب منه استعامل دينا مع الأحاديث والآية تختمها الحمد لله تعالى تزوجنا بالعاقبة العاقبة للمتقين السراع هذا السراع القائم بين الخير وبين الشر عبر التاريخ العاقبة لمن؟ والعاقبة للمتقين اجتداء من قوم نوح وهود وصالح والجل تتعاقب فدائما النتيجة الأخيرة الحتمية أن الأرض يريثها عبادي الصالحون ثم عندما يصل الشئ إلى كماله فتلك بداية انتقاصه فما نزلت الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي سيدنا عمر إن عزل باكيا معنى آية فيها بشارة عظيمة استدل بهذا المعنى أن لكل شيء إذا ما تمبع أنقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه بما أن الدين قد كامل إذا المراحل التي ستأتي سيبدأوا النقص في هذا الدين في هذا الدين حتى تبقى هذه السنة الإلهية قائمة بين الحق وبين الخير وبين الشر لو فرضنا مثلا أن انتهى الشر من الأرض الحياة التي بناها الله سبحانه وتعالى بناها الله سبحانه وتعالى امتحان هذا الامتحان سيتخلى فتصرف حياة الإنسان وكأنها ما سيعيشه الإنسانية أو الإنسان يعني عبث نأخذه على سبيل مثال الفرد وليس نأخذ الفرد كنموذج إذا فرضنا أن الإنسان وصل إلى قمة مسارعة الشر في نفسه سوف يتغلب على كل شيء على الهوى دياله على الشيطان دياله على العدد دياله على التقاليد دياله ما سيعيشه بعد من أيام ما فائدتها انتهى الامتحان ولكن ماذا ما هو على قيد الحياة أنا هناك عقبات تنتظره السلوك إلى الله تعالى عز وجل الله نأخذ متى انتهى هذا الصرع عند آخر نفسي في حياة الإنسان واعبد ربك حتى ياتيك اليقين الله تعالى الحياة الدنيا قائمة على هذا الصرع أيضا لو الشر اكتسه العالم كله كله ماذا سيحدث لفسدت الأرض لفسد فسد الدين وفسد العلاقات البشرية وإذا حدث هذا فتلك علامة نهاية الكون وسيحدث لا تقمسا حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله لا تقمسا دينه فدينهم فيه صلابة وفيه قوة ولهذا عرضهم الله سبحانه وتعالى لهذا الابتلاء العظيم صلى الله عليه وسلم أن يفرج عنهم وعن أمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قولي هذا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة وقال الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة